فوز الاهلي في لقاء الذهاب اثنين واحد فوز مش مريح ومش مطمئن اه ولكن هو شوت وفضل شوت تاني ده اللي قلته وكنت بقوله وكنت هقوله حتى لو كانت ترمطش خلصة اثنين صفر او تلاتة حتى صفر وده اللي انا طلعت قلته في اللايف واللي شاف اللايف اللي فات واللي قبله واللي قبله ان دايما قلت خلينا نقول ان ايا كانت النتيجة لسه في شوت تاني حقك تدايق حقك تقلق حقك ده كجمهور حقنا جدا رحنا وتعبنا اه شجعنا صوتنا راح عملنا كل اللي الناس ممكن تتخيله حتى الناس اللي كابتقول صوت الجميع مش طالع في الملعب ما عارفش انا صوتنا طول المطش الجميع كابتشجع يمكن لما جي الجون اللي جي الناس سكتت شوية ولكن مش دي القضية دلوقتي وبعد ازلوك عطلوع متأخر لكن رجعنا من الملعب متأخر لظروف واحداث كتير جدا ولكن الحمد لله في الاخر الاهلي كسبان اتنين واحد في مشاكل في مشاكل في اخطاء في اخطاء في كل حاجة من لعيبة من تكمركوزات من ادارة فنية في مشاكل ولكن مش وقته ليه مش وقته لان انا مشجع انا مشجع انا بتكلم على نفسي انا مش دعوا باي حد في السوشيال ميديا اهلاوية عموما انا بتكلم على نفسنا على مراد مراد مشجع تبقى انا مشجع انا لخبيل قراوي ولا محلل في بينسبورت ولا من الناس اللي بتطلع الزمالكوية اللي بيعملوا والناس بتحبوهم انا ما فيش انا راجل مشجع للنادي الاهلي انا طول عمري اهلاوي وهفض الأهلاوي خلاصة الكلام الآتي أنا أدوني إن أنا أشجع الفريدة لغاية لمطش يوم الحد بعد يوم الحد أنا يا إما هطاير من الفرح يا إما هصد بكل غضبي كمشجع وإنتوا بتشوفوني لما بطلع وأنا متدايق يعني يمكن إزام الكوي بيبقوا عدين فرحانين ومي بقوا عدين فرحانين من اللي أنا ببقى فيه ده بيبقى الحقيقة ده اللي بيبقى ظاهر إذن إيه اللي حصل اللي حصل إن الفوز مقلق مقلق لكن دوري إن أنا هشجع ودعم إلى آخر نفس فيه شوت خلص الشوت ده أنا كسبانه اتنين واحد معي أصبقية بجون صعبتها على نفسي صعبتها على نفسي ده اللي اللي قلتم بارح اللعيبة هي اللي بأيديها يتصعب على نفسها يتسهلها اللعيبة صعبتها اللعيبة صعبتها على نفسها وهتحط نفسها وده اللي أنا قلته الأهلي أعلم الوراة فنيا وإنت ده شفتوا النهار ده اللعبة لعبة مباراة حلوة جدا السراحان والتوهان اللي حصلوا بعض التمركزات هو ده السبب ده السبب ولكن انت في المقبل انت افضل فنيا وده احنا قلناه انت اقوى من الوداد انت اقوى من الوداد ولكن قلنا الوداد بيتماز بايه بيتماز بان فريق بيعرف يقضي لو عايزو ما نمتش والنهاردة خد الجون ده اللي هو كان عايزو وخدو هتشوف كلاحة قروية قلت لك هتشوف كلاحة قروية هتشوف كلاحة قروية وحصل والنهاردة شفنا كلاحة قروية وتطيع وقت بشكل مش طبيعي فتخيل هناك أما التحكيم فحكم مهزوز حكم مهزوز حكم ضعيف بالشخصية حكم ما يلقش بالمباراة ولا يليق بالنادي الأهلي ولا يليق بالوداد ولا يليق بالمباراة النهائية حكم شخصيته ضعيفة جدا أكتر ما الناس تتخيل خبا لكن تقولوا الناس معطيضة على ضربة الجزاء معطيضة على الكارت الأصفر الحكم ده كان ضعيف لدرجة أنه كان بيغير رأيه وقراره في القاوت يعني الكرة كان بيبقى قاوت للأهلي واللايمان رفع للأهلي لعبت الوداد تزوم عليه كان يروح مشاور الناتب أنه حتى معان ما هو شاور دي حصلت كتير حتى الكرة اللي هو حسبها ضربة الجزاء والفرنة دا وطلعت مش ضربة الجزاء الكرة دي كانت أثر ركنية للأهلي ركنية للنادي الأهلي وهي خبط وتطلعته بعين هو صفر خبط وتطلع بعين هو صفر فإذا رنفود لما يرجع كان يرجع الإيروكنية فهو حكم مهزوز ضعيف الشخصية لا يصلح للمباراة بكل المقيس لا يصلح للمباراة بعيدا عن الأخطاء اللي هي زي كرة الكارت الأصفر كانت تبقى كارت أحمر بقى عن ضربة الجزاء بتاع حسين الشحاب وكرة حسين الشحاب دي أنا وقعت حسين الشحاب بالنسبة لي من الملعب كنت شايف أنها ضربة الجزاء ولكن لما رجعت وشفتها ما فيش كاميرا موضحة مية في المية يعني الكاميرا نفسها فيه كده القائم بتاع الجون مغطي عليها مش قادر حد ده ولكن ضرب الجزاء والحكم ما حسباش الكارت الأحمر فيه ناس بقول لك لا أصيب فرصة مش محققة الأراءة التحكمية نفسها اختلفت عليها أنها ما بين أنها محققة أو أنها مش محققة لكن أنا من وجهة نظري ومن قريتي ومن مواقف كثير حصلت في القرى كرة دي كارت أحمر طيب إذا الحكم لا يليق بالمباراة حكم ضعيف حكم تأثر في سير المباراة لأن الكارت الأحمر ده كان يتحمل مسئوليته وأنه كان المباراة هتخرج أقل لتقدير 2-0 زي ما هي أول قالي كممكن يجيبي التالت لكن ده لا يمنع من زي ما قلت في الأول قبل ما تكلم عن التحكم أن هناك أخطاء فنية هناك أخطاء تيكتيكية هناك أخطاء من اللعبة ومن التمركزات هناك دلع ومرقعة من بعض اللعبة ولكن اللي حصل حصل ده مطش نهائي ده لا يمنع أن فيه لعيبة كان هي دي الغلطة دي الغلطة اللي غلطتها في المطش كمجمل أنت كسبت 2-1 كمجمل أنت كلعيب سأعطعها نفسك دوري كجمهور أنا بشجعك وفي ظهرك لغاية مطش يوم الحد لغاية مش تدي التانية يقلص لأنك لو كنت كسبت 2-0 أنا كنت أطلع أقول المطش يا جماعة لسه ما خلصتش لازم اللعبة تفضل رجالة هناك وده أنا قلته مبارح ده كلام أنا مش ضايع بيقولك عشان أنا بضمنك لا لا خالص ده اللي أنا قلته في لايف مبارح من الناس اللي سمعتني سمعتني اللي ما سمعتنيش اللي لايف موجود طلعت وقلت ده جماعة خدوا بالكم أن أنت حتى لو كسبت 2-3 لسه في مطش هناك أنت لو كسبت 3 هنا ما الفريده ممكن يكسب 3 هناك لو أنت هتستغل عمل الأرض والجمهور طب ما هو أناك هتستغل عمل الأرض والجمهور عادي جدا اللي أنت تقدر تعمله ما هو يقدر يعمله أنت بتلاعي الفريق كرة في الآخر فكلامي هو هو وزي ما قلت اللعبة من حقها تسهل على نفسها أو تصعبها هي صعبتها صعبتها ولكن أنا كده كده قلت أن اللعيبة النادي الأهلي هي اللي لازم تصالح جماعة من نتيجة الخمسة بتاعت سانداون بإيه؟ بالحصول على البطولة غير كده مفيش فانتحاسب إمتى بعد المطش الجاي بسك في اللعيبة بسك في الجهاز الفني أنهم يقدروا يكسبوا من هناك يقدروا يكسبوا أنا بقول لك هو يقدروا يخرجوا بمكسب من هناك بمستوى الوداد اللي إحنا شفناه دي يقدر تكسب من هناك ولكن احذروا التزملك لأن فيه تزملك كده بيحصل ومش عاجبني خدوا كلامي ورموا البحر خدوا كلامي ورموا البحر من أهلاوي عامل دراسة في النفوس الزمالكوية والعقلات الزمالكوية على مدار السيني اللي فاتت دي كلها ابتدينا نتزملك ابتدينا نحط حاجات أنا بقالي أكتر من مرة بتكلم إن خروجنا من البطولة الساني اللي فاتت فكرة أن المطش مفوط كان يتعامل في أرض محايدة وأنه يتعامل في المغرب ولكن قلت إن فيه جزء يتحملوا إحنا وإدارتنا إيه هو إن إحنا وصلنا للعيبة في المطش دي إن إحنا مظلومين ومقهورين وإن اللعيبة نزلت غير مهيئة نفسيا اللعيبة نزلت خسرنا وده اللي خسرنا مطش الوداد هناك اوعوا تعيدوا السيناريو تاني جو الزملكة وإن إحنا هنبتدي نطلع نغبة قص الملعب في كذابلانك قص الحكم هناك الحكم هناك آه هيبقى سيئ آه هيبقى سيئ أنا بقول لك الحكم هيبقى سيئ ولكن ده مش دور اللعيبة ليه مش دور اللعيبة؟ مجلس إدارة النادي الأهلي السنة اللي فاتت قاعد يقول إن إحنا فوز جلقجع والجواب والخطاب وتخبأ وإزاي وقلب الدنيا هل ده أصفر عن شيء غير من شيء؟ لا هل مجلس الإدارة بعد كده فيه موقف اتاخد عاقب الفيفا أو أعواقب بس دي أسف الاتحاد الأفريقي أو حصل أي شيء يعني تراضية لده؟ لا يبقى خلاص ما نعودش نهيئ اللعيبة إن هي راحة خسرانة هتقعد تهيئ اللعيبة زي السنة اللي فاتت إن هي راحة تخسر يبقى أنت هتخسر لا خالص أنا دوري دلوقتي أقول اللعيبة التكاثباني 2-1 أنت معك أفضلية بفرق جون ده صعب ولكن مطلوب منك فيه بس لمجهود أكبر مطلوب فيه منك إنك هناك تجيب جون وتستغل ده مطلوب منك إنك تستغل خبرتك في التعامل مع الجمهور الوداد اللي هيكون مالي الملعب كله ومش هيكون ساكت التسعين دقيقة تستغل خبرتك في إن أنت تكون أهدى لإن أنت حتى اللحظة بكلمك فيها دي لحد بدء المباراة أول ديئة هتبدأ أنت معاك الأفضلية بفرق جون معاك الأفضلية بفرق وما تقرص صفر صفر أنت كسبت البطول أنت جبت جون شكلت خليت الجون اللي يجي هنا لا قيمة لا لا قيمة لا وبقى الوداد لازم يجي التلاتة فالموضوع كله في إيدي كله في إيدي والأهل يكسب الرجاء هناك مي وراح يتعدل مع الرجاء هناك صفر صفر إذن أنت كلعيبة تقدر أنا بقولك تقدره والوداد مش الفرقة الصعبة فنيا ولكن هي فرقة كله بتاعف تاخد لايه عايزة من المطش ده اللي أنا بقوله ولسه بقوله وهفضل أقوله فبلاش بقى نعيش في دور الزملكة بتاعة المؤامرة إنت دينا نقش في سيناريو إن إحنا بنحط شماعات الهزيمة من قبل ما تحصل فكرة إن انت هديجي تبتدي توصل اللعيبة أو تعايشهم في الأسبوع اللي فاضل ده قصي انتو هناك الحكم قصي هناك فوزي لبجع قصي هناك في الملعب في المغرب قصي هيعمله قصي يبتطبق للوداد اللعيبة راحت خسرانا اللعيبة راحت خسرانا ده اللي حصل السنة اللي فاتت من الإدارة ومن الجماهير ومننا وكان فيه شحن رهيب إن إحنا فيه ظلم ده ما نعيش هنحكم فيه ظلم لكن إن أنا عايش اللعيبة في الأجواء دي من دلوقتي طب ما اللعيبة برح خسرات ده اللي بيحصل مع لعبة الزمالك ده اللي جمهور الزمالك بيعمله بقاله سنين إنه دايماً حطت شماعة المؤامرة وحطت شماعة التحكيم وحطت شماعة إن الدولة بتساعد لدرجة إنه بقى الشايف اللي بيحصل معاه بقى الشايف اللي بيحصل معاه هو حطت شماعات الخسارة والهزيم الزمالك بيخرج من أفريقيا بقاله 21 سنة 21 سنة بيخرج من أفريقيا الزمالك بقاله دوري شوف خد فيك أخر كم سنة اتنين تراتة دوري بالتحكيم ومع ذلك بيطلع أقولك أنا مظلوم أنا مقهور أنا طالع عيني أنا اللي مش عارف مين ليه؟ لإنه هو مسبق مسبق بالأسباب هو عارف إنه غير قادر فعلى طول مسبق حطت الشماعات أنا كالعيب أنزل أطلع آخر نقطة عرق ليه؟ ما أنا عندي الحجة ما أنا عندي الشماء ما أنا رايح وعارف إنه في حكم متنبصلي فأنا رايح متشنج من الحكم ورايح وعارف إن فوزي لطجة أعبع مش عارف مين والكلام الحلبانتيشي ده لوقته ولا دوره وده رأيه كمشجع أهلاوي عاش الفيلم ده الموسم اللي فات وأنا برضو أرجع لللايفات وارجع للحلقات هتني قلت في جزء يتحملوا مجلس إدارة النادي الأهلي على خسارة السنة اللي فاتت إيه هو؟ إن إحنا كنا معايشين الفريق والجهاز فنيا أسف نفسيا إن إحنا خسرانين وإن فيه مؤامرة وإن إحنا مش عارفين نعمل حاجة فلو إنت مش هتعمل حاجة ما إنت كيكي مش هتعمل حاجة هتعمل إيه؟ خلاص الحكم النهار ده سائل حكم سائل أنا بقول لك بقى أنت خيل أنت رحل بملكة سيمبة الحكم اللي فاوزي رجع أصلا قندربه بقلم قبل كده وسحب مغير تقريره وفيه فيلم كده فهل ده وقته؟ هايبقى في كده بقول قص الحكم هنا قص الحكم هناك قص فاوزي رجع قص مش عارف مين طبما أنت كاي بتعيد سيناريو السيناريو السنة اللي فاتت تاني تاني لا السيناريو ده مش موجود انت كلعيب ما لكش علاقة بيه انت لعيب عندك تسعين دقيقة استقتل فيهم ما تديش فرصة يا الحكم العب دفاع منطقة ودفع على الجون ده انت بتدفع على شرفك والمباراة بقى تخرج سفر و سفر الو ده فتح خطوطه وقدرت تخطف جون ايا كان الخطة والسيناريو المهم انت بتلعب علي مش هتدي فرصة لحد تبقى بارد تبقى هادي مش محتاجة تتنرفز ده اللي احنا نشتغل بيه فيه مع لعبتنا بنصق فيكو احنا وراكو احنا بندعمكو احنا بضهركو والحساب بعد يوم الحد لك انا مش هطلع دلوقتي اقطع في محمد عب منعين واطع في علي معلول واطع في بارس الكولر ويوم الحد لو كذبه اطلع اتكلم عن عقريتهم ما هبرده انا لازم ابقى مشجع طبيعي فانا الموضوع نتيجة مطشين يخلصوا نتيجة المطشين واطلع حزبة كجمهور اقول رأي كجمهور اقول ان انا غبان ومش عجبني اي حد فيكم او اطلع طب الليكو كلكو بس لما يخلص المطشين لما يخلص الشوطين فارجوا من جمهور النادي الاهلي بلاش الزملكة احذروا الزملكة احذروا القصص الزملكوية قبالك انت بتعيش اجواء وبتعيش احداث الزملكوي بقاله 21 سنة ما بيعيشهاش انت عايش في اجواء وبطولات واربع نهائيات على التوالي وفي اخر سبع سنين ست نهائيات كسبان منهم اتنين ولا تلاتة فانت الموضوع بالنسبة لك انت عايش في احلام وطموحات وكسب عالم بتروح تلاتة اربع مرات وبتكلم في الخمسة وهو عايش على انه بيلبس كل شرطات الفرق اللي بتلعبك انت ملففه افريقيا وراك النهاردة في المدرجات كان جمهور المدرجات اللي انا كنت فيها كان الجمهور بتاع الويدات كان فوقين على طول كان المدرجات اللي فوقين على طول انا كنا اقول ايمين وهم كانوا المدرج العلوي قول ايمين علوي فكانوا في قينا على طول اعلام الزبالك بتعلق فوق فانتهينه انتهينه انت اصلا نفسيا دايس عليه وعلى قرامته هو انت ملففه افريقيا وراك بقلك واحد وعشرين سنة في رقته ما تقدرش تعمل اللي انت بتعمله ده فما تروحش وراه ما تنجرفش ورا طريقته طريقة الشمعات والمؤامرات بزيادة عن اللزوم وعيش بقى لعبتي في الاجواء دي وعيش لعبتي في الاجواء دي هتقول لي يعني ما نتكلمش عن الظلم ما نتكلمش عن شعاف مين نتكلم ونوضح ونقول وانا قلت التحكيم النهاردة اخطأ والتحكيم سيء لكن وماتش وخلص وماتش وخلص عندي ماتش تاني في المغرب اللعيبة لازم تعرف ان هي قدامها تسعين دقيقة زي ما هي طعابتها على رفسها هي اللي تحلها اعتقد ان احنا زي ما قلت بنصق في اللعيبة بنصق في الجهاز الفني بالرغم من الاخطاء ولكن زي ما حصل وزي ما خسروا من ساندونز وليناهم في المباراة النهائية يقدروا زي ما النهاردة كذبوا اتنين واحد ان هم بازن الله يكسبوا في مركب محمد الخامس في كازابلانكا ويرجعوا عبر بطولة من هناك كل الدعم كل الثقة ده اللي محتاجين نركز عليه ده اللي محتاجين نشتغل عليه ده اللي احنا بنطالب برس الكلر ويحاول يعالجها يدرس النتيجة يدرس الوداد اكتر واكتر في الاسبوع اللي فاضل يشوف هو هناك محتاج يلعبهم ازاي يتفرج على عشرة مباريات للوداد ويشوفوا لما بيكون محتاج يجيوا جم بيهاجم نقطة ضعف اللي يقدر يلعب عليها ازاي يشوف خطته اللي هيلعب بيها هناك هتكون ايه عودة الشناوي كل الكلام ده اللي احنا محتاجين نتكلم فيه ان لعيبة النادي الاهلي راح اتجيب البطولة من هناك لعيبة النادي الاهلي راح اتجيب البطولة من هناك هتقول لي بقى اصنك فيه معمولي مؤامرة شكرا ان توصلت للعيبة الشماعة متلومش غير نفسك بتعيد سيناريو السنة اللي فاتت احضروا ازم لك دي خلاصة القول وده رأيي اتمنى ان هو يعني الناس تقوم بالها من حاجة زي دي وزي ما بقول في الاخر كده بس عايز اقول ان نجم اللقاء النهاردة كان مصطفى شوبير طبعا والشحات الشحات النهاردة عمل كل حاجة انت ممكن تتخيلها في المطش مجهود غير طبيعي السيست طبعا ريجونين هم الشحات فالشحات النهاردة بصراحة نجم اللقاء طبعا مصطفى شوبير هو مكسب اللقاء لان مصطفى شوبير النهاردة انت بتتكلم في انه الراجل مش الحارس التالي ده الحارس التالت بيلعب نهاية افريقيا بيلعب في حضور الجماهية حتى لو الحضور الجماهيري ده هي جماهير فريق ويعني ولكن برضو موضوع صعب وضغط عصبي ونفسي كبير جدا لكن اللعيب عنده ثقة لعيب قدر انه هو في الاختبارات اللي جات له كلها حتى الجون اللي دخل فيه هو مش غلطته ومش خطأ ويعني وانا اتضيقت انه هو والله ما خرجش لانه كان يستهيلها بالذات بعد ما عمل لقاء كبير خروجه في اكتر من قورة تصديق لانفراض او اتنين اعتقد انه هو عمل كل حاجة انت ممكن تتخيلها مش عايز اقول انه هو خلاص الشوبير لا لانه لسه قدامه هبضل اقول احنا ما بننفخش لعيبة لكن بندل اللعيبة حقه هو كلعيب حارس مرمى ثالث ناشئ بيلعب مباراة زي دي في الاجواء دي بالصعوبة دي بحساسية اللقاء دي اعتقد انه قد اداء يستحق عليه السناء النادي الاهلي في حراسة المرمى طبعا رحتين الشاحات لغبار عليه ولكن مش هتكلم على اللعيبة اللي عليها علامات استفهام كتيرا النهاردة في اداءها نكمل اخطاء او من هدوء او من لعب بانانية او من لعب زي ما بيقول كده طاري شويتين الكلام ده ما ينفعش 90 دقيقة لازم تلعب فيها تموت عالقورة زي ما بنقوله كده بالدم بالروح افريقيا مش هتروح لازم اللعيبة تطلع كل نقطة عرق عندها ده الحل والمكسب فيه كذابلانكا وانا بقول قادرين عالفوس في كذابلانكا انا بقولها قادر عالفوس في كذابلانكا هنرجع بالبطولة من كذابلانكا يتوقف على الات رجولة لعيبة عدم تهيئة اللعيبة نفسيا ان انت كده كده رايح لمؤامرة هناك ما تعيدش السيناريو السنة اللي فاتت ارجو ان الناس تستوعب له لينا حلقات جاية كتير في خلال الايام اللي جاية وربرها يسهل وان شاء الله باذن الله باذن الله نرجع بالفوز من كذابلانكا وان شاء الله باذن الله الشوت التاني من لقاء النهائي يكون في صالح النادي الاهلي مبروك على الفوز اتنين واحد وهو فوز غير مريح ولكن هو فوز ومدينة افضلية ان شاء الله باذن الله الاهلي قدها واللعيبة قدها ويكونوا بيصلحوا جماهيرهم على قصارة الخمسة برفع افريقيا ال 11 شكرا لكم وشكرا لمتابعيكم وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقة جديدة من المشجع سلام